الفتح والتقليل والإمالة في فواتح سورة الليل يغشى تجلى والأنثى وكذا سورة الشمس ضحاها تلاها جلاها وكذا الآية الأولى من سورة يونس مثلا ألف لام را بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا القصد من هذا الأمر أصوات كانت تفعلها العرب في زمن النبوة في كلامهم العادي اليومي فالأصل أن الألف صوتها ألف آ ينطقها العربي ولسانه في وضع يسميه علماء اللسان وضع الراحة وضع الراحة يعني أن يكون اللسان في الفم هكذا لا ارتفاع لوسطه أبدا وضع الراحة لأن وسط اللسان هو مخرج الياء قال إمامنا الجزري رحمه الله والوسط فجيم الشين ياء فالياء تخرج بارتفاع وسط اللسان فإذا كان اللسان في وضع الراحة خرجت ألف صافية آآ آآ موسى عيسى ومن العرب من كان إذا نطق الألفات يستسهل أن يرفع وسط لسانه قليلا مما يؤدي إلى خلط صوت الألف بشيء من الياء ولكن الغلبة للألف فيأتي بصوت يسميه علماء اللغة الألف المقللة أو الألف الممالة إمالة صغرى أو الألف الممالة إمالة بين بين يعني بين الألف والإمالة الكبرى هاي معنى بين 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 الألف الصافية وبين الإمالة الكبرى فيأتي الصوت هكذا موسى عيسى سا الأول سا عيسى موسى اللسان في وضع الراحة إذا ارتفع شوي وسط اللسان موسى عيسى هذا الصوت ومن القبائل العربية من كان يرفع وسط لسانه أكثر فيؤدي إلى صوت مزيج من الألف والياء بنسبة واحدة الأول كانت الغلبة فيه للألف الإمالة الصغرى أما هذا فهو خمسين في المئة ألف خمسين في المئة ياء بمعنى أن يفتح القارئ فمه ويرفع وسط لسانه في الوقت ذاته فيؤدي إلى هذا الصوت إيه إيه كما نقول بالعامية رايح على البيت على البيت إيه هذا الصوت هو الإمالة الكبرى إذا صعب علينا نتذكر ما يفعله كلنا هذا السائل شو اسمه زيت زيت هذا الصوت زي هذا اسمه الإمالة الكبرى وهو صوت خليط من الألف والياء بنسبة واحدة فمن العرب من يقول موسى عيسى وليس بعده إلا الياء الخالصة الياء الخالصة نقول إيي فصار عندنا الله يسلمكم أربع أصوار الألف الخالصة آآ الألف المقللة أو لممالة مالة صغرة أو بين بين آآ الألف الممالة مالة كبرى آآ وما خلق الذكر والأنثى هكذا مفتوحة وإن قرأناها مثلاً بالتقليل لورش وهو الإمالة الصغرى أو بنقرأها لأبي عمر الآن سأنطق الألفات المقللة والليل إذا يغشى والنهير إذا تجلى طبعاً النهير هذه إمالة كبرى لأبي عمر ما أنها علاقة فيها نحن عم نتكلم على خواتيم الآيات والنهير إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتتا هذا هو الألف المقللة نأتي إلى الإمالة الكبرى ونقرأه مثلاً لأبي الحارث عن الكساء والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشت فالملاحظ أن بعض إخواننا ممن لم يعتد على صوت الإمالتين الصغرى والكبرى لما يأتي لينطقها دون أن يكون قد ضبطها عن شيخه وارتاض لسانه بها مرة يأتي بها مقللة مرة يأتي بها ممالة إمالة كبرى بل ومرة أقرب إلى الياء أقرب إلى الياء فمثلاً يقول يغشي يغشي صارت يا أخي ما يصح يغشي لابد أن تقول يغشي شي هكذا والصورة يغشي شي بين الألف والإمالة الكبرى هذا بالنسبة للصورة الأولى بالنسبة للصورة الثانية للصورة الشمس هذه فيها موضوع خاص ما هو الموضوع الخاص؟ أن آياتها مختومة بها وها هذه مفتوحة فتحاً طبيعياً كما قلنا اللسان يكون في وضع الراحة فالألف التي قبلها ألف ضحاها تلاها جلاها ففيها ألفين الألف الأولى هي التي فيها فتح وتقليل وإمالة أما الألف الثانية فليس فيها إلا الفتح فإن قرأناها على الفتح كرواية حفصة مثلاً نقول هكذا والشمس وضحاها حاها نفس الصوت واللفظ في نظيره كمثله والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها فإن قرأناها مثلاً لورش بتقليل الألف الأولى وإبقاء الثانية مفتوحة نقرأها هكذا والشمس وضحاها حاها ولا نقول حاها كما نسمع من بعض إخواننا المبتدئين يقلل الألفين ها ما تقلل أيها الإخوة هذه مفتوحة أعيد والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها هذا بالنسبة للألف المقلل بالنسبة للإمالة إمالة كبرى يكون هكذا وأيضاً نقرأ مثلاً أبو الحارث عن الكسائي والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها هكذا صوت هذه الآيات بالنسبة لألف لام را فاتحة يونس وما شابهها من الآيات الكريمات أيضاً الله يسلمكم را هذا الحرف من العرب من كان يفتحه فيقول را ومنهم من كان يقلله فيقول را ومنهم من كان يميله إمالة كبرى فيقول ري ويكون لفظها هكذا ألف لام را مفتوحة مفخمة غير مختومة بهمزة قرآناً لا تختم بهمزة را لغة يصح أن يقول را من غير همزة ويصح أن يقول را مهموزة لكن قرآناً لم يرد التقليل يكون هكذا ألف لام را والإمالة تكون هكذا ألف لام را ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر